بسم الله الرحمن الرحيم بعض الناس يتدخر لنفسه من حين لآخر جزءا يسيرا من المال حتى إذا ما تعرض لضائقة أو شدة في يوم من الأيام كان قد تجمع لديه مال كثير يواجه به هذه الأزمة الطارئة السؤال الذي أوجهه لك ماذا ادخرت لنفسك من عمل صالح تواجه به الشدائد والأهوال والتي تصيبك من حين لآخر ما المخرج وما السبيل وكيف تنجو اجعل عندك خبيئة من عمل صالح ينفعك لمحن الدنيا وأهوال الآخرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يكون له خبأ من عمل صالح فليفعل الخبيئة هي الأمر الذي لا يطلع عليه أحد إلا الله هي سر بينك وبين الله الأعمال الصالحة كثيرة هذه الأعمال هي مفتاح لحل القربات والمخرج من الأزمات هذه الخبيئة هي التي نجت أصحاب الصخرة حيث كانت لكل واحد منهم خبيئة بينه وبين الله من بين الأعمال الصالحة التي تفعلها كل يوم وكل وقت وكل حين اختل لك منها عملا يسيرا وداوم عليه المهم أن لا تخبر به أحدا لا زوجة ولا ولدا ولا أخا ولا صديقة قد تكون خبيئتك في صلاة رقعتين في جوف الليل والناس نيام قد تكون خبيئتك في استغفار آلاف المرات كل يوم قد تكون خبيئتك في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم آلاف المرات قد تكون خبيئتك في صوم تطوع قد تكون خبيئتك في دعوة لأخيك المسلم بظهر الغيب لتفريج الكرب قد تكون خبيئتك في صدقة السر أو كفالة يتيم أو إعالة أرملة أو مسكين قد تكون خبيئتك في عدة خطمات للقرآن الكريم كل شهر قد تكون خبيئتك في ذكرك لله خاليا فتفيض عيناك قد تكون خبيئتك في غير ذلك قد تجمع بين أكثر من عمل صالح وتجعله سرا بينك وبين الله المهم ألا تخبر أحدا بخبيئتك حتى تكون مخرجا لك من أهوال الدنيا وأهوال الآخرة ترجمة نانسي قنقر